موسيقى نمشي الى جنة يسموها بالعربي مصدر صريح مصدر صريح شو مانا مصدر صريح منتنا بالعربي؟ ماناها عملية كذا عملية كذا يعني درسنا البارحة مصدر مؤول تذكرها تو كذا ماشي؟ مثلا حكيني تو رايت ايش مانا؟ تو رايت مصدر مؤول ايش مانا تو رايت؟ يعني كتبة تو رايت مانا ايش البارحة درسنا شو مانا تو؟ يعني يعني كاي يكتب تو رايت لا معناها أن يكتب تو رايت ان يكتب فالمصدر مؤول يمشي على شكل أن يفعل طبع قلنا انه مفعل بلا زمن تذكرها من البارحة أن يفعل هو فعل بلا زمن طيب فأنا نحول الى الاسم چون ساوي؟ يصير مصدر صريح إذا حاولنا أن يفعل إلى اسم بصير إيش نظر صحيح مثلا من أن يكتب شو عمليتها عمليت الكتابة من أن يقرأ عمليت الكراءة أكل مثلا من أن يقرأ عمليتي نعم حسنًا ماذا أعد blir أكل في الأسلح؟ لأكل لا أكل علمي يقرأ العمليت الكراءة أكيد موترينج موترينج موترينغ م επιكتب οιوز موترينج مثلا دراسة ٕ١ينج bulan اما دراسة بنستاذي ام ام اذا او ها كده فهم الشيك يعني احنا نفعل نحط ING بسير يعني هو مصدر مصدر صريح اي فعل نقدر نحديه بسير مصدر بالزابط اي فعل تحط ING بسير عندك مصدر صريح عملية كده ام شو مثلا يسبح شو معنا يسبح سباحة سويمين طيب الان هذا المصدر صريح وين من نحطه في اي نوع من الكلمات ام مفعول به بتيجي يعني لا بدا بتنتبه بين اشي اسمه اعراب اعراب معنا فعل مفعول به بيكون وظيفته في الجملة لا انا بسلك عن اشي ده متعلقة بصرف يعني شو نوع اي نوع من الكلمة مثلا حكينا اسم الفعل اسم اسم مفعول حكينا نعم طيب مصدر صريح حطه وين حطه في الاسماء او في الافعال او في الصفات او وين نحط اي انا حاسو اسم 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 بزبط كتابة شيك كراءة اذا هدول اسماء برضو اي كتب تلك جرن من النام اه طيب اخر اشي فمدام اسم راح يكون هنا بين هدول اسم بين هدول تمانية واحد من هدول تمانية راح يكون في الجملة طيب اخر اشي اللي جبنا سيرت البارحة اذا تذكرين حكينا هوبنج برضو انجي شايف برضو في انجي ثنين كيف في انجي ثنين برضو في اثنين انجي اللي هو حال حكينا شو بسموها بالانجليزي present participant present participant بسموها present participant اسم معفوض past participant اسم معفوض past participant present participant حال طيب بالعربي كيف تسوي حال تأخذ اسم الفاعل بعدين تحطينه منصوب اسم الفاعل منصوب يساوي حال مثلا عندك هنا كاتب شو بسير كاتبا كاتبا ممثلا ممثلا وهكذا هذا هو حال لو كان بنت شو بسير ممثلا تن لو كان مجموه دائما لازم يكون منصوب لو كان مجموه من الرجال بين ممثلين ممثلين ومجموه من النساء ممثلات ممثلات نتاعنه هذه من الأسماء إذا شفت اخر شيء ING في واحد من هذه الـ 8 أماكن سيحدث ماس مهجرا يعني لو شفت اخر شيء ING بدك تعرف هل هو مكسود مصدر صريح أو حال فماذا تفعلين بدك تشوف شو موقعها في الجملة بشيء إذا كان موقعه في الجملة هون المواقع اسماء طايل مخفوض به ممثلات ممثلا إذا شفتها هيك معناته شو سيكون هاي أو هاي حال سيكون لا يعني هذا مواقع اسماء مين منهم اسم مصدر مجرد مصدر مجرد مصدر صريح نعم يعني مصدر صريح هو اسم حال مش اسم حال لا اسم ولا فعل حال لوحده ليس صفة لا لا حال لوحده يعني نوع لوحده كيف في اسم وكيف في فعل كيف في نعت وفي كذلك إش هي اسمه حال أنا لا اسم ولا فعل ولا نعت ولا إشي ولا ظرف اسمه حال اسمه حال طيب فإذا شفت كلمة تنتهي بالآين جي في إحدى هذه ثم المواقع اللي حكينا عنها رح يكون مصدر صريح وإلا رح يكون حال كيف مثلا شوفنا اي سو هم ووكين مين الفعل الفعل اي اي طيب مفول به هم طيب مفول به حال حال إذن شو بتطلمانا الجملة بس بس شو بتطلمانا الجملة كلها رأيته ماشيا طيب مفول رأيته ماشيا طيب رأيته ماشيا في الحديقة طيب 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 الطب طيب 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 لانه معا اي انجي مصدر صليح وليس حال مهيكل اذا هنا شرع يكون معنا ووكيند المشي متفزل طبعا احنا نحكي حال لا ومشي ليس حال وينما عملية عملية مشي من مشها عملية مشي تمام رائضين احدا بالعربي كتبنا المشي معنى انجليز لا قول augم وينه يسد الامن محي مخشح انها لاباak دودان لابدان الامن يقول الجيد لابدان لكن المنعم من الانجليز حال محدث كان sera نعم فأعكينا وووكين إذا ووووكينغ فوق ماشي ووووكينغ تحت ماشي الآن بدنا ننفي ماشي كيف بدنا ننفي مصدر صريح بدنا نعرف كيف ننفي مصدر صريح يعني ما هو اسم كيف ننفي مثلا تحكي لو بدك تحكي أنا ما عندي سيادة كيف بدك تحكي أنا ما عندي سيارة I don't have ممتاز طيب هنا أنت نفيتي فعل have طبعا have هناك فعل رئيسي ما نذر بقى استخدمت كلمة not I do not have هنا نفيت الفعل لكن كان ممكن تنفيه اسم فتقول مثلا I have no car ممكن تحكي هيك بنفس المعنى ممكن تحكي إذا ما تحكي I don't have a car ممكن تحكي أنا عندي لا سيارة ممكن تحكي هيك I have no car بسير هيك بسير هيك طيب إذا اسم نفيناها بنوع والفعل نفيناها بنقط مشيب لكن هون شوف كيف بدنا ننفي مصدر صريح هنا محكي working isn't good for him لا لا مش بدناش ننفي good بدنا ننفي المصدر صريح كيف المصدر طيب كيف ما ندرستاندنج فهم فهم طبعا طبعا was هو فعل main verbe كان مشكلة اخرى rules قواعد نفسنا فهم فهم قواعد كانت مشكلة اخرى الآن نحن نفينا فهم كيف بدك تساويها بالعرابي فهم وفهم فهم وفهم فهم وفهم عدم الفهم نقول بالعربي عدم كذا عدم الفهم ممتاز تلاهي هنا معانه اسم ننفيها بنت مش بالنون اسمع ننفيها بنون لكن مصدر صريح ننفيها بنت ننفيها بنت فقط المزار الصريح انفيه بنت ما انه اسم ننفيها بنت انها منت هراك شو حكينا ما حكينا ايهاي يديوه ايهاي يديوه وقام هنا مثلا نحكي نط ووكنج اه مثلا نط ووكنج يقام ام المشيطة شو بكل المشيطة تمام طائع شوف إنك إشي يسمو Reduced Closes شايفة Reduced Closes تحت شايفة شايفت سجل عندك المعنى بالعربي الجملة مختصرة جملة هذي يهمك في الكتابة إذا تعرف تساوي جملة مختصرة سمحت السائل إشارة الماوس عن الكلمة Reduced Closes مناطو جملة مختصرة مهمك في الكتابة مهمك في الكتابة مهمك في الكتابة أه لأن الجملة مختصرة دائما يكون أفصح شوف كيف مثلا مهمك في الكتابة مهمك في الكتابة وضع معينة 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 تكون أختي تكون أختي تكون أختي أحسنتي إذن عندك جملة تين هنا الجملة أولى The woman is my sister The woman is my sister المرة أختي أي مبتد أو خبر المرة أختي هاي بينهم هاي الجملة الجملة أخرى اللي هي who is waving to us التي تلوه لنا تمام الآن ما دام هو في أي جملة ثانية هي فاعل تلاحظي when the file is waving وهذا فعل وين الفاعل في الجملة اللي هي كلمة التي ما دام اسمه الوصول التي هي فاعل ممكن تختسره فنشيله ونشيل to be هذا is waving إيش اسمه هاي تركيبة is waving مش تركيبة هاي فعل مساعد وفعل رئيس شو اسمه تركيبة to be to be to be زايد حال يساوي مستمم اش درسنا البارحة منها مستمم نعم 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 في هذه اللحظة نعم في هذه اللحظة فهي مرهة تلوحهم في هذه اللحظة عشان هيك تخدمنا شكل مستمم طيب لو سألوك طيب شو كايدة مستمر تحكي لهم إيش تنيزة حال حال اللي درسنا الآن هون present participants نعم طيب الآن شلنا to be وشلنا التي بقيت جملة مختصرة اللي هي أقرأي لياها الآن هو بدون هو بدون هو بدون هو بدون هو بدون هو بدون ها 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 الفعل ها ها نعم ها 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 مستمر بكل فعل أما بدون تبي بطيئت خال فهي ليس فعل وإنما أين الفعل؟ مايشستك لا أفور مايش فعل احتفى أين الفعل شوف كويس ايه؟ شوف كويس موجود بعد يعني موجود 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 ايه؟ 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 احسنتي هذا هو ايه؟ هو الفعل في هذه الجملة مختصرة طيب مدى ما عرفت كل شيء ترجميلي إياها بعد ما اختصرناها المرأة تلوح لنا ايه مش تلوح حكينا هذا مش فعل ايه حال يعني ملوحة 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 بزبد المرأة ملوحة إلينا إلينا هي أختي بالعرابي لازم تحكي هي أختي بالإنجليزي تكون أختي شك؟ تتفعل هيك الجملة بيكون أخلع بكثير من قبل الإختصار لو كنت سويت بيقولك اوه هيك أفضل بيكون هيك بيكون أخصح ملوحة ملوحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة